بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت على آآ انواع السيل اللي داخل الاول حاجة اتكلمنا على انواع السيل اللي داخل ما باللي اتنين ميكانيكا السيل اللي هو السائل اللي باورد باللي اتنين ميكانيكا السيل وقلنا ان فيه منا نوعين وعرفنا كل واحد منهم واحد فيهم بيبقى ضغطه اعلى من ضغط السائل اللي جاي من ورا الامبلر والتاني بيبقى ضغطه واقل وعرفنا كمان مكون مهم جدا هنستخدمه في كل الحاجات اللي اللي جاية ان شاء الله في اللي موجودة معنا اللي هو حاجة اسمها اللي هو الخزان بتاع سائل التبريد اللي بيبقى جنب اللي بياخد سائل التبريد ده ويرجعه تاني وعرفنا عرفنا مكونات كمان طيب احنا قبل كده شرحنا مخططات تبريد الميكانيكالسيلي المفرد وعملنا لوحة زي دي بالزبط حطينا كل انواع هنا كمان ده دي كل مخططات الميكانيكالسيلي المزدوج اللي هو ودي طبقا للسائل اللي هيتحط في النص فمسلا بلان اتنين وخمسين قلنا ان هيبقى اسمه بفر هنسمي السائل اللي في النص هو اسمه ايه اسمه بفر ليه بفر لانه هو غير مضغوط ومعاه بعدين تلاتة وخمسين ايه هو عبارة عن بارير يعني ايه يعني مضغوط فلازي بقى في مصدر ضغط غالبا باستخدمت مصدر الضغط هنا ان بحط معاه نيتروجين يبقى عشان كده سميته وحطيت معاه نيتروجين تلاتة وخمسين بي عبارة عن بارير برضو برشرايز بس بدل ما كنت بضغط بنتروجين بضغط بي بلادر اللي هو اللي هو البلونة اللي جنبه طيب تلاتة وخمسين سي هو بارير عملت برضو برشار بس عملت برشار بايه مش ببلونة ببستن اه اربعة وخمسين هو برضو مضغوط فسميته بارير لكن جبت سيستم خارجي ضغطت بيه اه خمسة وخمسين هو بفر بفر يعني ايه يعني غير مضغوط تمام كده سبعة اتنين وسبعين هو بفر بس عملت بايه بغيز مش بليكو دي المرة دي اربعة وسبعين بارير يعني غير مضغوط اه يعني مضغوط بس ايه بغيز برضو طيب اه خمسة وسبعين اه عملت جمع الكندنسيات 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 الكندنسيشن بغيز ده عملت الكندنسيات واخدته ده صنفنا كل واحد نبتدي ان شاء الله في اول نوع دلوقتي قاله وهو بلان اتنين وخمسين بلان اتنين وخمسين ايه هو بلان اتنين وخمسين قلنا ان هو اولا بيستخدم مع يبقى اول حاجة يستخدمه مع يعني ايه يعني انا هحط السائل التبريد بتاعي ما بين الاتنين عشان كده سمناه تمام يبقى ده غير مضغوط يعني ضغط سائل التبريد اللي ما بين الاتنين اقل من ضغط السائل اللي بتدفعه المضخة واصل لمن ظهر الميكانيكا لسيلي الاول يبقى ده معناية ان عندي اه لو السائل التبريد اللي ما بين الاتنين الميكانيكا لسيل اللال وراء المويلر اه زاد لو ضغط الميكانيكا ضغط السائل اللي ما بين الاتنين ميكانيكا لسيل زاد معناها ان الميكانيكا لسيل وراء بيصرب ودخل عليه سائل غريب. تمام? عشان كده يبي عندنا في ايه? يبي لازم بيعاندي اللي هو السيلبط. وانا انه هو فبتسمي السائل ده اسمه ايه? اسمه بافر. ضغطه لازم يكونιο اقل من ضغط ي세� اهو بييجي منين ادي بتاعتنا خدنا منها دخلنا على الميكانيكال وسيل وبعدين خدنا اهو تاني خدنا منها دخلنا على الميكانيكال سيل وبعدين خدنا من لاتنين سيل من نص رجعنا على سيل بوت تاني واحن شرحنا مكونات السيل بوت قبل كده ان هي عليها اللي هو الées وعليها 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 اشوف بيها وفي وبعدين ببنت بعد كده على الجو. تعال نشوف كده. نستخدمه امتى الكلام ده بقى? او دي بتاعتنا. تعالوا نتركز كده في اول حاجة اهي مكوناتها. دي ايه? اول نقطة دي. ده جسم نفسه. وهو الخزان نفسه. وده ايه? ده بفنت منه. بفتحه دايما عشان احنا قلنا ان ده غير مضغوط. فلو جاله غاز او اي حاجة تضغطه فلازم افنتها على طول فدايما مفتوح. بعد جدا في ارفس عشان يتحكم في كمية الكمية اللي هتعدي. هنا عشان يروح لراجل بتاع الكنترول يقول له الضغط هنا بيزيد ولا لأ? هنا ده البلف او الفتحة اللي بزود منها السائل بتاع لما بقى عايز ازود كمية سائل فحطها من هنا. وده دايما بيبقى مقفول بستخدمه بس وقت التزويد وقفله تاني. وبعدين ده على شوف منه بضغط الكمية السائل جوه كان بعيني. وبعدين كمان في حاجة تشوف الليفل جوة الخزان مستوى السائل جوة الخزان ده وتبعتها على الشاشة اللي الراجل اللي قات في كنترول. طيب ايه ده? ده فتحة خروج سائل التبريد او من اللي هو البفر من السيل بوت ورايح على راح ورجع تاني دي فتحة الرجوع. تمام? اي ده وانا محتاج تبريد اه ممكن بقى محتاج تبريد فحطه في جوة سيربنتينا كولر عشان تبرد مدام في تبريد يبقى لازم فتحة دخول سائل التبريد وفتحة خروج سائل التبريد. وبعدين بعد كده لما حب غير السيل بوت ده اللي جواه فاية عامل ايه? عايز افضي فافضيه من اوطى نقطة اللي هي الدرين. وده دايما بيبقى مقفول بيتفتح بس وقت ما انا عايز انضف. يبقى قلنا ان السيستم ده عشان كده سميته آآ بفر. آآ السائل بيروح السيل بوت ورجع الميكانيكالسيل عن طريق البومبينج رينج اللي احنا شرحنا قبل كده. آآ الميكانيكالسيل اللي ناحية الكابلنج ده بيبقى كامان عشان يحفظ بس البفر ده جواه سائل التبريد جوا. واللي قاطع بالنسبة كبيرة جدا هو الميكانيكالسيل الاول ورا الامبلر. طيب. بستخدمه امتى? بستخدم الموضوع ده. بستخدم النوع ده من السيل اللي هو بلان اتنين وخمسين. لو انا عندي حاجات ممكن تتبخر يعني غازات فممكن تشتعل آآ ممكن حاجات السامة او في الحاجات السخنة سواء السخنة. او بلان اتنين وخمسين اهو تاني. نفس اللي احنا قلناه في اللي فات لكن بصورة تانية بس لمجرد الناس اللي عايزة تشوف الشكل. اهو قلنا وهو اسمه بافر. اهو ادي البلف فوق. منجي من فوق كده البلف ده دايما مفتوح ده الفنت. وبعدين ده بوديه على سيستم بيتفتح الواقع ده غالبا بيبقى الفلير.